النادي الاهلي بدأ يتحرك من اجل البحث عن مهاجم جديد للتفاوض معه تحسباً تحسباً لفشل المفاوضات مع البوركيني محمد كونتيه بحسب مصادرنا في النادي الاهلي الاهلي عنده خطة بديلة في حال فشل صفقة كونتيه وبدأ بالفعل منقشة سيبيات لبعض اللاعبين المرشحين الاجانب لتدعيم هجوم الفريق في الموسم اللي جاي وبحسب المصدر أيضاً فضم كونتيه مش هيكون سهل عشان طلبات اللاعب وطلبات وكيل أعماله وبالتالي الاهلي بدأ تجهيز خطة بديلة عشان يضم مهاجم أجنبي آخر في الموسم الجديد دي حكاية محمد كونتيه المهاجم اللي الاهلي عايزه عندي معلومة إنه محمد كونتيه ووكيل أعماله أو وكيل أعمال محمد كونتيه بيسواه أكتر في الخليج وطبعاً في الخليج الأرقام هتبقى أكبر بكتير من الأرقام اللي هيعرضها النادي الاهلي وبناء على إيه أتصور إن محمد كونتيه مش هيبقى ليه دور في النادي الاهلي في الموسم الجديد عشان هو باصص لأمور مالية كبيرة جداً وباصص ليه الخليج وشايف إنه المستابل بالنسبة له المستابل المالي هيبقى في الخليج أكبر شويتين اشتركوا في القناة